إلى ذلك بحث وزير الخارجية سامح شكري مع وزيرة المالية الأندونسية تعزيز التعاون الاقتصادي والتنموي بين مصر وإندونسيا وفي بيان للخارجية أكد أنه تم الإعراب عن تطلع الجانبين لمواصلة التنصيق بينهما خلال الفترة القادمة آخذا في الاعتبار استضافة أنتونسيا القادمة وترأسها لمجموعة العشرين جي توينتي واستضافة مصر المقبلة لدورة السابعة والعشرين لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ كوب سبع وعشرين